Hello everyone. Hello again. Connect 5. Second term. Today we're gonna have a very exciting session. أهلا بكم أبطال الصفة الخامس الابتدائي وحصة جديدة من حساسنا الإفتراضية. نهاردة هنكمل مع بعض unit 8 lesson 4 the power of honey. وعندنا كمان math وعندنا pronunciation. تعالوا نهاردة نشوف إيه هي the power of honey. تعالوا نكتشف ده مع بعض. Our lesson objectives. In this lesson I will read a text about honey and understand the difference between sound and V sounds. وكمان learn how to use bar charts. نهاردة هنشوف مع بعض إزاي كمان نستخدم الرسم البيانية. إزاي هنقدر نفرق ما بين two sounds عندي. لما لاقي مثلا عندي الـ F ولاقي اللتر V كل واحد فيه له نطق مختلف عن التاني. تعالوا كده نبتدي مع بعض الدرس ده لما تعودنا إن احنا بنبتدي الأول بالvocabulary. طيب مع بعض كده فتحين كتاب المدرسة وعندي درس lesson 4 the power of honey. أول حاجة عندي بتقابلني في الـ vocabulary عندي sun burn لها حروق الشمس. يبقى كتني يعني ركبة مصابة أو ركبة مجروحة. honey and lemon يعني العسل والليمون. زي ما احنا شايفين من الصورة اللي قدامي وحنشوف إحنا بنستخدم دول إزاي. يبقى حنقول تاني honey and lemon. pills sunscreen وده كريم واقع من أشعة الشمس بنقول عليه sunscreen. طيب أول ما عرفنا الكلمات خلاص فهو بيديني بعد كده activity كده صغير عشان يشوف أنا فهمت الكلمات اللي أنا تعلمتها دلوقتي وعايز يربطنا بين. الكلمة بتعالج معايا مشكلة أو بتتغلب على مشكلة عني. طيب تعالي نشوف مع بعض. حنقرأ الأول السؤال بيقول إيه. بيقول لي look at these items match them to the problems. بيقول لي look at these items match them to the problems. بيقول لي احنا عندنا شوية مشاكل. المشاكل دي اللي هي فين؟ اللي هي from one to four. دول اللي في النص. طيب وبيقول لي كمان أن عندي four items. دي المفوض العلاج اللي أنا هستخدمه عشان أحل المشاكل اللي عندي. طيب تعالي نشوف إيه هم الفور items اللي عندي. A bandage. C. B sunscreen. بعد كده C عندي honey and lemon. بعد كده عندي D pills. دول عندي four items. طيب إيه بقى الproblems اللي عندي. number one a sore throat. two a cut knee. three sun burn. وعندي four a headache. طيب هو بيقول لي بقى أنا عايزك كده تقول لي هعالي كل مشكلة من المشكلات دي ازاي. تعالي نشوف مع بعض. قلي الباندج هنعمل بها إيه؟ طيب إيه هبتدينا بالباندج. يترى إيه المشكلة اللي هي هتقدر تعالجها. الصور ثروت. ولا a cut knee. ولا sun burn. ولا الheadache. أكيد طبعا الباندج هتعالج عندي إيه؟ الأ cut knee. اللي هي عندي ركبة مجروحة. يبقى أنا هستخدم الباندج عشان أعالجها. طيب. تعالي نشوف اللي بعدها قال لي sun screen. يترى sun screen. الكريم الواقع من أشعة الشمس. ده ممكن يعالج عندي sore throat. ولا sun burn. ولا الheadache. excellent. يبقى عند الـ sun screen هيعالج sun burn. هيعالج وهيحمي من الحروق الشمس. طيب عنده أصابته حروق من أشعة الشمس. فلازم أنه هو يستخدم إيه؟ يستخدم sun screen. بعد كده عندي الـ item اللي بعد كده عندي honey and lemon. يترى honey and lemon. ده ممكن إن أنا يعني أحل بمشكلة إيه؟ أو أعالج بي إيه؟ بقي عندي اتنين. بقي عندي sore throat وبقي عندي الheadache. يبقى أني واحدة فيهم تنسوش إن أنا عندي الـ pills. يبقى أنا عندي اتنين هنا عندي honey and lemon وعندي الـ pills. وعندي مشكلتين sore throat وعندي وعندي الـ headache. يترى بقى أنا هعالج إيه؟ بالـ honey and lemon. أكسلن سوبر طبعا الـ honey and lemon أنا هستخدمه عشان أعالج التهاب الحلق sore throat يبقى بقي عندي واحدة أخيرة اللي هي الـ headache وعندي الـ pills يبقى الـ pills عندي هي دي اللي أنا هعالج بيها الـ headache الصدع تمام؟ يبقى أنا عندي الـ pills هستخدمها عشان أعالج الـ headache حالي بقى نشوف بقى الكلمات بتاعت الدرس احنا تعودنا ان احنا قبل ما ندخل على الدرس بتاعنا احنا لازم نشوف ايه هي الـ vocabulary اللي عندي في الدرس وعرفها عشان تساهل علي فهم التكست طيب عندي بسبوسة طبعا احنا كلنا عارفين الكلمة دي treatment يعني علاج طيب قال لي كمان انا هدي لك كمان الـ definition مش بس هدي لك الكلمة فالـ treatment يعني علاج فقال لي ده medical care to help you get better يعني انا هدي لك عناية طبية هقدم لك عناية طبية هتساعدك to help you get better يعني هتساعدك انك تبقى احسن وصحتك بتحسن wound يعني جرح طيب الجامعة بتاحها plural بتاع الكلمة اسمها ايه wounds يبقى انا عندي معناها ايه بيقول دي معناها ايه an injury that damages يعني اللي هي اصابة بتتلف الجلد بتاعك او بتتلف البشرة يعني الجلد بتاعنا زي ما انا شايفين من الصورة ايه اللي حصل فيه حصل فيه تلف وده بسبب ايه اصابة يبقى الجرح ده معناه اصابة بتسبب تلف للجلد يبقى wound او wounds دي معناها الجروح heal يعني يلتأم ممكن استخدمها مع الجرح وممكن استخدمها بقول مثلا take this medicine اقول لك مثلا خذ العلاق ده عشان تقدر ان هو يساعدك على الشفاء is good for healing ده بيساعد على الشفاء طيب heal معنى يلتأم من الجروح او بمعنى يشفي يعني ايه to get better to get better يعني تتحسن heal bacteria البكتيريا اللي دي very small things that can make you ill يعني هي ممكن تخلي اي حد طبعا تعبان او مريض ليه بقى لان البكتيريا بتبقى موجودة حوالينا في كل حاجة في الاسطح لو انا لمست مثلا اي اسطح او لمست اي حاجة وبعدين من غير مخص الايدي اكلت انا كده بصيب نفسي بعدوى بكتيريا عشان كحنا لازم نخسل ايدينا كويس جدا بعد اي بعد اي حاجة قبل ما نقل على طول لازم نخسل ايدينا فالبكتيريا ميكس ميكس يعني ايه يخلط عشان مثلا انا الحاني and lemon اي كان ميكس them together انا بخلطهم مع بعض يبقى ميكس يعني ايه يعني يخلط cut knee يعني ركبة مجروحة او مصابة فيها جرح زي ما احنا شايفين كده من الصورة فبنقول ايه cut knee injuries يعني اصابات يعني an injury يعني اصابة طيب plural او الجامعة بتاعها بقول ايه injuries يعني اصابات make you L يعني يمرض يعني بيخلي الحد ده يبقى عيان او بكتيريا makes you L البكتيريا دي can make you L تقدر ان هي تخلي اي بنا ادم تعبان او يمرض زي ما قول هي very small things that can make you L هي تخلي الانسان ايه تعبان او يمرض make you L cupboard يعني الدولاب اللي هو اللي بيقى موجود في المطبخ بنقول عليه cupboard damage يعني يتلف لما بنقول wound is an injury that damages your skin بتتلف الجل damage يعني يتلف get better يعني يتحسن طيب دلوقتي بقى جي وقت الاراية to read the text تعال نشوف يبقى لدي lesson 4 عندي the power of honey ده الدرس بتاعي قوة بقى ايه اذا نشوف القوة للشفائية اللي العسل يترى العسل ممكن يقدر يعمل ايه the power of honey بيقول ايه بقى في exercise 3 بيقول read the first paragraph of an article about honey what two ways that the writers say we use honey in food بيقول انا عايزك تقول ايه الطريقتين اللي الكاتب ذكرهم في الارتكل عشان نحنا نقدر نستخدم honey in food وعايزك كمان تركز معايا ان بعد التكست في اسئلة الاسئلة دي عايزك تركز في التكست ليه عشان الخطر هو هيقول لك الحاجات الاسئلة دي او الجمل دي الكاتب ذكرها في التكست ولا لا فبيحتاج منك انك تركز كويس جدا وانت بتقرأ طبعا هو بادئ الارتكل عندي بسؤال بيقول له do you like honey ترى انت بتحب العسل do you like honey perhaps you enjoy يمكن ربما انت بتستمتع بانك بتتناول العسل على الفطار or maybe you enjoy it in a sweet بسبوسة او كمان ممكن انت بتستخدمه فين في البسبوسة but did you know that honey isn't only a food طيب انت عندك فكرة ان العسل ده مش بس اكل مش بس بنستخدمه عشان الاكل او بنستخدمه في الاكل it is also used كمان ممكن نستخدمه كعلاك for some injuries and illnesses عشان نعالج بعض الاصابات والامراض تعالوا نشوف كيف بردو بيقول in some countries في بعض البلاد honey has been used by doctors for thousands of years بيقول لك ان العسل ده اطباء كانوا بيستخدموه من الاف السنين it was first used to treat wounds كان بيستخدم عشان يعالج الجروح by Egyptian doctors around 5,000 years ago ده كمان بيقول لك ان الاطباء المصريين القدماء كان بيستخدموا العسل عشان يعالج الجروح recently recently حديثا science have tried to find out exactly why honey is so good for healing wounds and treating illnesses وحديث وحديث العماء بيحاول يكتشف يترى ليه العسل كويس جدا علشان زين هو بيساعد is good for healing wounds زين هو بيقدر يساعد على الشفاء أو التئام القروح وعلاج الأمراض treating illnesses يبقى هو بيقول لك why honey is so good for healing wounds زين العسل بيقدر يساعد على التئام القروح and treating illnesses وعلاج الأمراض scientists know that some types of honey contain things that can help to kill bacteria بيقول لك ان بعض الأنواع العسل بتحتوي على كائنات كده ممكن تساعد على القضاء على البكتيريا can help to kill bacteria تساعد في القضاء على البكتيريا this helps wounds ده ساعد الجروح to heal more quickly ده ساعد ان الجروح تلتأم بسرعة كبيرة جدا you must be careful بس اخد بالك انت لازم تاخد بالك however مع ذلك the honey that doctors use تاخد بالك ان العسل اللي الأطباء بيستخدموه is a special honey ده ده عسل من نوع خاص only that is safe to use as a treatment ده اللي ممكن يبقى آمن في استخدام ه لك your وتخف الشفائية انه بيقدر انه يشفي استاذ الطباء استخدموه في انه يشفي الجروح والكثير من الأمراض طيب تعالى نشب اكسورسايز 4 بيقلي ايه بيقلي now read the full article بيقلي دلوقتي انت ممكن تقرأ الارتكل كله check the facts that are mentioned فعايزك انك انت تعلم على الحقائق اللي تم ذكرها في المقاد فواحدة واحدة معايا number one بيقلي please make honey احنا في الارتكل ده احنا عارفين طبعا ان the peace make honey احنا عارفين المعلومة دي لكن هو يقصد هنا that are mentioned ايه ان هل المعلومة دي انت قريتها معايا ها لأ ما ارينهاش يبقى غلط احنا ما ارينهاش المعلومة دي طب تعال اللي بعدها اللي honey is the sweetest substance on earth هل انت قريت المعلومة دي معايا وإحنا بنقرأ لا يبقى بقى wrong ما ارينهاش three doctors have used honey for thousands of years الاطباء استخدموا العسل ده لالاف السنين ومن الاف السنين كلام ده حصل اه احنا قرينا الكلام ده وخاصة من ال Egyptian doctors طيب تعال بقى for some types of honey can kill bacteria احنا اخذنا المعلومة دي تكلمنا ان في types of honey can kill bacteria تكلمنا عن المعلومة دي ولا لا اه اتكلم طيب تعال بقى to check your answer excellent يبقى المعلومتين the facts that are mentioned in the article هم مين هم 3 و 4 مش معنى ان 1 و 2 احنا عارفين هم وعارفين انهم موجودين لكن هو هنا مش عايز يقول انت تعرف هو بيقول لك اللي تم ذكره في المقال ودي بيعلمك في مهارة مهارة المهارة دي جديدة ازاي تحل الاسئلة اللي في reading ممكن يجيب لك قطعة كراءة reading passage ويقول لك ويجيب لك اسئلة زي كده بيجيب بيجيب افرق المعلومة اللي انا اعرف ها عن مثل و the facts that are mentioned the facts that are mentioned بيقول لك اللي تم ذكرها في الباسج اللي انت بتقراها دلوقتي ودي حاجات لازم تاخد بالك منها وانت بتحل ال reading passage تمام طيب تعالي نشوف مع بعض exercise 5 بيقول look at the words in bold in the article match them to their meaning طبعا انا جبتهم لك في الاول خالص بكل كلمة احنا اخدنا كل كلمة واخدناها بال definition بتاع فخلاص احنا ارينا مع بعض وقلنا ان treatment ايه قلنا اللي هي c medical care to help you get better احنا اخدناها طب wound قلنا ايه لو انت فاكرين من فاكر يترى a ولا b ولا d excellent wound an injury that damages your skin excellent طيب ثري فاكرين احنا قلنا ايه على البكتيريا قلنا ترى ايه انا فاضل عندي a and b يترى بكتيريا معناها to get better ولا very small things that can make you ill super فاكرين الليسن objectives بتاعتنا كان من ضمنها ايه ان انا افرق ما بين l لما انط letter f and letter v النطق بينهم هما الاتنين ليه ليه افرق انت دلوقتي لو عندك listening test وقلت لك مثلا كلمتين زي fan وvan وطرأت بانك تكتب الكلمات دي هتعمل ايه لو ما قدت انت بتقدر تميز ما بين sound و the sound انت كده خلاص وش هتعلم افتجاه وممكن يعني شايف احنا بقول ايه fan وvan فرق تماما ما بين الكلمتين دي لها معنى ودي لها معنى وهنط كويس يلا بنا تدي طيب بيقول لي letter f make the sound sound كأني بنفخ كده sound طيب قال لي كلمات لانا هتدي لك كلمات عشان تقدر تميز sound كويس فخليكم معايا وقولوا ورايا frog repeat after me قولوا كده ورايا frog excellent fruit fruit طيب تعالي بقى التالتة scarf scarf تمام كده طيب قال لي طيب انا عايز ادي لك letter تاني الناس بتتلخبط فيه لو letter ده ما تنطقش كويس هيعمل مشكلة وحوريكم دلوقت ازاي بيقولي the letter v makes the the sound the sound زي ما قولي vegetables television that انا لازم اميز ما بين letter v و letter f لما اجي انطقه طيب هنا بقى حيدي لك يعني زي exercise exercise ده ما قلت عندك في الكتاب exercise one فبيقولك ايه بيقولي complete the words with f or v then listen and say طيب تعالي نشوف مع بعض انا حقولي الجملة وانت حتقولي اللي هكتب هنا f ولا v شوف مع بعض i have a bat frog i have a bat frog طيب انا قلت دلوقتي ايه قلت ال f ولا v super ال f i have a bat frog i have a bat frog تعالي نشوف اللي بعدها honey is a ها من الصورة اطلع بقى اللتر للنقص ال v ولا f honey is a excellent is a vet vet يبقى اذا ايه excellent super يبقى v honey is vet تعالي شوف بقى بيقول i have a very long scarf i have a very long scarf يبقى اللتر اللي عندي النقص ال f ولا v super طبعا ال f i have a very long scarf scarf excellent يبقى i have a very long scarf تعالي بعدها بيقول deal like vegetables deal like vegetables يبقى اللتر اللي نقص عندي هنا ايه ال v ولا f ه انا بقول ايه vegetables vegetables يبقى ايه excellent يبقى v bravo تعالي اللي بعدها بيقول ايه i really like fruit i really like fruit يبقى اللتر اللي نقص عندي هنا ال f ولا v excellent fruit يبقى ال f bravo يا سنة خمسة تعالي بعدها الاخر واحدة بيقول we like watching television we like watching television 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 يبقى اللتر اللي نقص عندي هنا ايه ال v ولا ال f ها انا انا قلت television انا انا قلت television excellent يبقى ايه يبقى v bravo يا سنة خمسة يبقى we like watching television طيب تعالوا بقى نشوف بقى ازاي اني لو انا لو انا ما عرفتش اميز ما بين the two letters والtwo sounds انا ممكن اكتب كلمة مختلفة ويكون معناها مختلفة طيب تعالوا نشوف exercise two بيقول لي ايه read اقرأ listen and circle then listen again and repeat انا هقول الكلمة وانت تقول d1 ولا 2 اوكي جاهزين يلا بيناني ابتدي انا هقول fan fan which one one or two ثاني fan fan excellent super one fan شفتوا بقى شفتوا بقى ازاي شفتوا الاتنين اصلا شفتوا fan وvan لازم اميز بين two sounds عشان الكلمتين انا معناهم بيختلف لمجرد بس ان انا sound اسماعه صح واقوله صح عشان اكتب الكلمة صح يبقى انا لما قلت fan انا ما قلتش fan انا قلت ايه fan يبقى number one excellent تعالوا بقى هنا بنقول ايه انا حقول leave leave which one one or two انا قلت ايه قلت leave leave one or two excellent two عشان انا قلت leave وما number one نطق ايه leave leave يبقى انا عندي المقصود بالنطق ايه number two leave يعني يرحل من المكان ويترك المكان leave اما number one leave ودي ورقة الشجر اسمها ايه leave تمام شو اللي بعد انا هقول الكلمة وانت تقول which one very very عندي very عندي very طب انا قلت انه واحدة انا بقول very شفتوا بقى ان النطق بيغير معنى كلمة ازاي very يعني جدا لما يقول very beautiful ده جميل جدا very جدا طيب لك انا بقول هنا ايه ferry i take the ferry every day يبقى انا بتكلم ايه هنا العبارة دي بقى من وسائل المواصلات في ناس بتستخدمها عشان تروح من مكان لمكان في النيل فقول اسمها ايه ferry ferry كأني بانفرخ كده بايه بهدو ferry ferry يبقى انا قلت ايه هنا قلت number one excellent تعالي نشوف اللي بعدها هقول الكلمة وانت تقولولي which one انا كان اصدع على ان هي واحدة view view which one انا نطقت ان هي واحدة انا قلت one ولا two نقول تاني view view which one excellent two view يعني منظر طبيع وجميل طيب يبقى انا اقصد مين هنا اقصد طيب مال لو قلنا few معناها ايه معناها قليل كمية قليلة عدد قليل حاجة قليلة بتكلم عن الكميات وبقول حاجات بقول ايه بقول على العدد بقول few يعني بقول ايه عدد قليل few لكن انا عندي في النحية التانية عدد كتير كتير فبقول ايه few يعني ايه عدد قليل few شفت بقى few الفرق بينها بين view فلما كنتش انا ابقى مصحصح ومراكز في نطق الكلمتين انا مثلا لو انا عندي في الكلاس بيمليني كلمات وقال لي اكتب مثلا view اروح كتيب يبقى غلط على طول لان ليه معناها مختلف عدد قليل استخدمها كلمة عن حاجة عددها قليل تمام يا شطار طيب تعال بقى تاني هقول الكلمة وانتو تقول ولي which one one or two save save which one super two المعنى مختلف امال number one d safe يعني امن فاقرين safe وunsafe طيب safe يعني امن safe يعني يدخر بيحوش فلوس عشان يشتري حاجات نفسه فيها فبيقول ايه save 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 money save يعني بيدخر وبيحوش شفتوا بقى الفرق بين النطقين بيديني معنايين مختلفين والكلام بيبقى بيختلف ازاي هو حرف واحد لو انا كتبته غلق بيغير لي معنى الكلمة تمام بيد هقولي الكلمة وانتو تقولولي اه انا بقصد انيا واحدة life life which one one or two super one life يعني حياة life وما لك كلمة التانية انا عندي live معنا يعيش او لو انا هستخدمها بقى live لو واحد طالع على الفيسبوك بيعمل مثلا live على الفيسبوك او live على اليوتيوب فبتبقى ايه بقول ده طالع ايه live live يعني مباشر زي الحصة بتاعتنا دي live احنا بنطلع live يبقى الفرق بالlife live live يعني حياة live يعني بيطلع في وقت مباشر بيطلع مثلا يعمل live ومعناها تاني مثلا بس لو انا هغير في النطة هتبقى live بمعنى يعيش طب احنا لو خدناها عشان انا مثلا بتكلم هنا عن ايه انا بتكلم هنا عن تغيير نط الحرف لو قلت live و live انا هقول الكلمة وانتوا تقولين انا قصدي live يبقى انا ايه انا بتكلم عن number one اللي هي ايه اللي هي الحياة بقى احنا كده خلصنا بتاعنا وعرفنا الفرق ما بين two sounds وعرفنا ازاي ال f وازاي ال b بيتنطقوا وازاي النطق المختلف ممكن يديني كلمتين مختلفتين وبمعنى مختلف تماما لشان كده لازم اخد بالي لما انا اجي مثلا في ويديني كلمتين ويقول لي circle وبعد كده ينطق كلمة فنازم اخد بالي من نطق الحرف لو اديتك مثلا two words مثلا وقلت لك انا هدي لك عشر كلمات كل كلمتين شبه بعض في النطق بس الفرق ما بين ال v وال f انت لازم تعمل ايه تختار الكلمة الصحة طيب النهاردة عندنا في درس الماث في حاجة مهمة جدا هتكلم عنه في ايه ال bar charts اللي هي ايه الرسوم البيانية اللي انتوا شايفين هدي يعني ايه bar زي ما انتوا شايف كده انا بعمل اللي هو الخط الافقي والخط الرأسي وكل خط منهم بيعبر عن حاجة طيب تعالي نشوف التابل اللي قدامنا بيقولك ايه بتكلم عن وعلى تعالي امشي مع بعض واحدة واحدة قال لي سباحة كما عدد الطلاب اللي بيفضلوا السباحة ستة يبقى عندي وعلى هنا عندي وبقى how many students بقى يعني ده الفيفورت اكتيفتي بتاعهم 15 وهكذا الاخر واحدة طيب انا هعبر عن استخدم البورد شارتز داي اللي هعمل النمبر of students هيبقى هو الرأسي والافقي هيبقى ايه هيبقى الفيفورت اكتيفتي زي بتستخدموه في الماث عندكم في دروس الكتاب عندكم بتلاقوا حاجة زي دي فدي بستخدمها بسهولة عشان اعبر عن ايه اعبر عن المعلومات اللي عند فبيقول لي ايه هي طريقة انت بتوضح بيها المعلومات اللي عندك يعني بدلا ما انا استخدم الجدول دا لا انت بتستخدم ايه الافضل طبعا والاحسن ان انا هستخدم ايه البرد شارتز عرفتوا بقى البرد شارتز اللي بستخدموا ازاي طبعا هو مش غريب عليك عشان اراد موقودة عندكم في دروس ايه طبعا احنا كده وصلنا للمحطة الاخيرة في الدرس بتاعنا فانا بشكركم جدا انه كنتم معايا وصلنا لغاية هنا وكل سلام انتم طيبين بمناسبة رمضان الكريم شهر رمضان الكريم وبشكركم جدا انه كنتم معايا من اول الحصة واتمنى انكم حصة تكون مفيدة وكانت معكم اسم رفت اسرائيل محمود دمتم وشكر خاص لادارة العامة لمحتوى التعليم اشوفكم ان شاء الله الحصة الجاي